أكملت وزارة الداخلية التحضيرات والتجهيزات الأمنية لمختلف اللجان للانتخابات التكملية للدائرة الثالثة والتي ستجري يوم السبت المقبل فقد جهزت وزارة الداخلية الاستعدادات في المدارس لاستقبال الناخبين وكذلك فتحت خطا ساخنا في إدارة شؤون الانتخابات لاستقبال كافة الاستفسارات للمتقدمين إلى صنديق الاقتراع التجهيزات والترتيبات الأمنية للانتخابات التكملية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة اكتملت لاستقبال الناخبين في المدارس الموزعة بالدائرة للرجال والإناثة فجميع اللجان جاهزة ليوم الانتخاب الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى تجري على أحسن ما يمكنه طيبة ونشكر جميع الوزارات اللي شاركتوا على رأسها وزارة العدل والتربية والأشغال والبلدية كلها لما يقومون من أعمال سير العملية الانتخابية الدائرة الثالثة على موعد مع الانتخابات التكملية من خلال اللجان المختلفة وأيضا العمل متواصل في إدارة شؤون الانتخابات لتوفير البطاقات والصفات الرسمية لكل جهة مشاركة في الانتخابات إلى جانب توفير صناديق الاقتراع وتجهيزها بالكامل يجب على الناخبين أن يستحبون معهم شاركة الجنسية الأصلية لأنه هو المستند الوحيد الذي سيتم خلاله التصويت في عملية الانتخاب ما على ذلك لن يتم التصويت إلا بمجب الجنسية الأصلية في حال فقدان الجنسية الأصلية أو ضياحة وعدم العثور عليها في يوم الانتخاب ما على المواطن الناخب إلا أن يتجه إلى الإدارة العامة الجنسية والجوازات لإصدار شهادة خاصة فيه ليوم الانتخاب صالحة لمدة يوم واحد فقط وهي متعلقة في التصويت للانتخابات خط الساخن لغدود على استفسارات الناخبين كذلك المواطنين اللي بالدائرة الثالثة ذلك على نفس الرغم 1 8 8 9 8 8 8 لإصدار عن المدرسة كذلك الغيد الانتخابي الجدو الانتخابي ذلك فترة الصباحية والفترة المسائية كذلك بذلك تكون استعدادات الداخلية وإدارة شؤون الانتخابات اكتملت لهذه الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة لمجلس الأمة يوم السبت المقبل والجهود مبذولة من الجميع لإنجاح العرس الديمقراطية جهازية تامة لجميع اللجان ليوم الانتخاب فالتجهيزات والتحضيرات على قدم وساق لهذه الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة راد الشماري لتلفزيون دولة الكويت